المباراة الثانية والثالثة كابتن عقليكم مضايح من دعوة قولي للأسف أن أنا بطلع المناومة في أرسل اللاعبين الرفاع ما دولنا سوي شيء مستحيل صح يعني النجوم موجودين في الرفاع من الوزن الثقيل يعني 11 من 22 11 في 3 ثماني مضايع دي جي هاي المباراة كلها لو شي سوي فيه بتقولي يول شوته مرده شو شو بروحه بيبتعد يبيرجع ورا ليش لأنه متعود يحمي السلم اليوم أنا أول مرة أشوف جمهور المناومة يشجع التحكية من جزمه للعبة يعني بس الثلاث الباريات شنو حتى أنا نراهم هاي السؤال يعني كل نوادي لندي المنافسة يقول متى المناومة يكملون متى يكملون يردون بصر مشكلة إن حظي كدقيق فوق شوك نثره لسان حال المنام بعد خسارته الموجعة أمام الرفاع فمنذ عام 2000 سيطر المنام على بطولة الدوري لست سنوات وغاب بعدها عن منصات التتويج لست سنوات تعافى وعادى ونهض من جديد ليبسط هيمنته ويخطف الزعامة ويتوج لست مرات متتالية ولكنه سقط في السنة السادسة من جديد ليست هنا المصادفة حيث كانت خسارته في 2006 عندما سمح الاتحاد نظام المحترفين وجاءت خسارته الثانية هذا العام أيضا بعد عودة نظام المحترفين جاءت صدفة لا ينتظرها المنامة ويا مساوئ الصدف إذ في السنتين تستضيف المملكة البطولة الخليجية العام الماضي جست أسود الحنينية نبض الزعيم فكانت الغلبة للأخير ليعزز الرفاع صفوفه بصفقة كانت كالصفعة أبناء كويد ومحترفين بطراز عالمي ليفعلوا ما لم تستطع النسور والذئاب من فعله على مدى خمس سنوات أقصيت الزعيم وطبعت في قلوب جماهيره ندوبا عميقة الجروح تنتهي لكن الرغبة في الغتال تدوم للأبد فهل سيتمسك المنامة ببصيص ما لديه في كأس خليفة بن سلمان أم ستستمر عقدة الرفاع الآن سنمتع نحن 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 نتكلم عن مهارك الآن نحن نتكلم عن منامة نحن نتكلم عن مهارك بعد زباحنا المدرب والله زباحنا بالتابيلات مالي زباحنا اللي أقدر أقول لك علي زباحنا زباحنا والله العظيم محرام عليك الجمهور زبحت الجمهور زباحنا والله اللي أقدر أقول لك بس المدرب شيلوا المدرب بعدين تعالوا لي يعني هذه المنامة بس إذا هاي المدرب الخليجية ما بتسوون ولا شيء من دور الأول أن تبرع من أول مباراة أن تبرع شيلوا هالمدرب اللي ما عنده عقلية غير ما يثم جميل بس لا تستسلمون المنامة يوم لك ويوم عليك يا المنامة نقسر نعوض نقوم الزعيم يطيح نرتفع مرة ثانية ويظل المنامة هو المنامة شكرا احنا ديفنس كان ما عندنا والتبديلات شوي ما افرض حسين شاكر كابتن عقيل يخليه داخل يعني وايد كان مبرع كامبس نفس الشي صراحة يعني شا اقول لك ديفنس ما لاب هاي مو ديفنس منامة الزنين وبنين نحن نلعب ديفنس كان ما حد يوقفنا هاي مو ديفنس منامة انت ما لعب بريشر على اللي نسمونا على البونت جارد ما لنبعد ما لعب بريشر ايزي كان يوزع سكور ما لعبنا يعني كان فيه اخطاء ما اقولك ما في بس هاي خلا يشوفونا هاي مو كان مو فاول آخر لعبة مية في المية كان فاول ليش احتجوا فاول كان فاول رفاع مو على امس عطوهم المباراة قدم اليوم بعد عطوهم هاي حد شي مالي امس عطوهم اليوم بعد عطوهم سبقي مقابلين قابلين وانا شيء حني ان شاء الله الحمدلى الحمدلى مبارك عكي فريق الادارة حمدى الله رب العالمين منهم فريق سهل لكن الحمد له ان شاء الله oswjs رفاع راح ياخذ الدورة هس historia بذنها جلا بحمدها إن شاء الله صراحة نادي الرفاع يعني مبكسة أي شي كل العناصر موجودة عنده يعني مبشي غريبي صراحة مبروك للرفاع أرلك للمنام هذه الرياضة الله يوفق الجميع إن شاء الله الدوري أجرب للمحرق ولا للرفاع دوري أجرب حق اللي يلعب أحسن الله كريم أعزائي المشاهدين مرحبا فيكم في حلقة يديدة من برنامج في البداية نحب نبارك الفريق الرفاع على الفوز في مباراة الفاصلة والتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه يمكن في ثاني مشاركة له من فترة طويلة في دور البحرين لكرة السلة في البداية نرحب معنا ضيوف معنا الكابتن أحمد جون كالعادة مبروك الرفاع صراحة راوعة اليوم معنا الكبات كابتن جاسم ومعنا الصحافي صحافي جيلة الوطن كابتن محمد عباس في البداية كابتن أحمد جون كل المعطيات اللي تكلمنا عنها في الحلقات اللي راحت شفناها اليوم مرة ثانية والرفاع بسطت سيطرت للمباراة الثالثة رغم أنه خسر المباراة الأولى هو الرفاع يستحق أنه يتهل للنهاي مجهود ولا أروع من أصغر شخص عندهم إلى آخر لوعب من جهاز بني جهاز يداري صراحة مثل ما يقول لك سطرة وملحمة وايد حلوة أن يبدلون شوي في التاريخ ولا أعزاء للمنامة يعني صراحة بيك دسابوينتمنت مثل ما يقول لك أو فريق المنامة خيب ظن جاموهيرا وهو برع يعني هو خارج خارج منافسة الدور ويفقد اللغة بسطورة كابتن جاسم تعليقك على المباراة والله أنا قبل تعليقي أول ما حصل الوقت ذكرت كلام محمد الكويت أنا تلاقيته إياه أقب غرعة كسر غريب سلمان وقال بطلع المنامة بطلع المنامة صح وفعلا يعني الرفاع طلع المنامة أنا ما كنت متوقع لأنني أتغير في التاريخ شيء وائد صعب بس الرفاع استحق الفوس ثلاث مباريات لعب الطريقة اللي هو يبيها يعني جر المنامة اللي هو يبيها ودفوع قوي وتاكتيك من نحفظ ما يكون من ندرب سام في التركيز على قوة الفريق المحترف إنواكو فرق وايد بالرفاع يعني غير من شكل فرق كلش هو وبعلاي يعني أنا كنت أقول جبعاً تشكية الرفاع في هناك سيوتر أقوب معي وبعلاي وإنواكو تحول شوني موليامز إلى هو بس شنطو اللي كان يفتغل الفرق حول الدوري أنا ما عنده بس شنطو وقدم نظر ويكون شوني موليامز وصالت تركيبة صحيحة أنا شنو كمت كاملة أنا عندهم سنتر حتى شوني موليامز بجاعة الدوري كنا ننتقد يعني أنا المركز يدعو فيكو مركز أربعة حين يوم صار مركز أثنين يعني تعلق لأنه مرتاح في الدفاع والهجوم يعني متركز على الشوت وبعلاي وضاف إليهم مضافة كبيرة بالأسست أنا متعرف اللاعب بعلاي ما يركز على التسجيل صح فيركز على الأسست والرفاع صراحة يعني قدم صلاة بغاية من أفضل ما يكون واستحق يتأهل وعلانات استفهام كبيرة جدا جدا على الجاز الفني والإدارة المرامة على جلب المحترف الثاني اللي هو دي جي ومو بس دي جي حتى وين شيزم في البلايوف ما إحنا كثير من بعض ما عمل أي شيء يمكن نسجل تشوفه يحاول الجاهد بس مو المحترف اللي ياخد نتكلم إحنا عن الفريقين لكن كابتن محمد أنا يعني متفاجأت صراحة كل مباراة بعد المباراة الأولى يعني مستوى المباراة الأولى قلنا أول مباراة محترفين في الجانبين أوكي يمكن هاي السلاب المستوى منخفضك يعني نقول من المنامة خصوصا أوكي الرفاع كان يحاول يعني هو فريق جديد يحاول يفرض نفسه في دولة السلة أتوقعت أنا من المباراة الثانية أن المنامة هو ياخد الليد ولا يكون الأفضل ولا يعني يكون الأقرب بالمباراة النهائية تفاجأت المباراة ثانية نفس الشي نفس مستوى تقريبا المباراة الأولى الرفاع يمكن هو اللقاء يسير المباراة مباراة ثالثة بعد قلنا يمكن هاي المباراة اللي يطلح فيها المنامة المنامة معروف جعين كرة السلة البحرينية هاي المباراة مختراض لله تبين فيها شخصيات البطل تبين فيها شخصيات الزعام الشكل الموجود أيضا ما تشفنا شيء فأتفاد إن الرفاع استحفت كأهل القموة أنا متفجأتر أنا كنت متوقعة أنا قلت لك الكفة أعيد ماراثوني الكفة تسعة واربعين واحد وخمسة وبعد بوضيف على كلام كابتن جوسم أنا لوقيت بعاجه محمد كويد نفس الشي عقب مباراة مع محرك قلت له محمد شلون نحن بتلوقون المنامة في المربع قل لي كابتن للأسف قلت له شنو للأسف؟ قل لي للأسف إن أنا بطلع المنامة تقى أنا بتكلم حين في تفاصيل المباراة لكن قبل التفاصيل في المنتمر سام اليوم تكلم عن سؤال سألنا سؤال يعني عن 20 أسست في مباراة اليوم ثلاث الدفاع الي سوا فريق الرفاع عن العشرين أسست يقول أهوية البحرين في ستة أسابيع عشان يغير شي واحد إن محمد كويد مو هو الوحيد اللي يشيل الكورة محمد كويد يقدير يسوي وادي أمو شفنا عنده أسست عنده ريبونج يسجل قام يوزع الكورة أكثر هاي من كلام سام في المؤتمر عن محمد كويد يعني؟ عن محمد كويد أكي هو تغير طريقة أتلعب في حمد كويد شوي بس ما زال أخذت كذا شوتي يعني كانت يعني كان الرفاع بمكاني خلص من بوله قبل آخر بيكتين بس حمد كويد أخذت كذا شوتي ورجعت منامة غلاص الفارغ يمكن كلامه فيه من الصحب بس مو من محمد كويد كان المنامة كان رفاع طاية أربعين وقاط خمس وقاط شوتينا أخذ محمد كويد ورجعت رجعت صارتها آدلة ومو بس حمد كويد اللعبين اللي داشتها وكلهم قدم نظر ما يكون كانوا لعب جماعي على أعلى مستوى كانوا كلهم تكلم عشين نأسست يعني عمل جماعي كل الفريق يبين أنه كان هدفه هدفه واحد هو الفوز والتآهل وكان يعرفون يعطونا كورة عقبين كانوا يفضلون شوين وليمز شوي ساعة يعطونا نوكا كان يتعب يصدر هار يعطونا الكورة شوي علي جاسم شوي تشوف أبو علاي شوي محمد كويد شوي يونس كويد كلهم قدم نظر ما لكم صباح بعد يوم ديش بعثة اللي ثراثية مهمة فدك كان جماعي من أفضل ما يكون نقدم مبارا ولا أرواع واستحق للتأهل جنة محمد يعني أنا قبل أنت تسأل هو ذكر التاريخ والكابتن ذكر التاريخ أنا أقول ما أدري يمكن في يعني مصادفة تاريخية قاعدة تحصل للمنامة يعني منامة فاز ست بطولات دوري إياه موسم 2006 إتحاد السلة قرر أن يشرك محترفين في الدوري جاء الأهلي فاز بطولة الدوري تم المنامة ست مواسم ويفوز بطولة الدوري لموسم 2012-2013 رجع فاز بطولة الدوري فاز بها ست مواسم مرة ثانية اليوم خسر بطولة الدوري مرة ثانية وبطولتين خليج في البحرين وبطولتين خليج في البحرين منام يخسر بطولة الدوري لايمن يخسر بطولة الدوري دا كان بطولة خليج بطولة 2010 بسوري 2006 بطولة في البحرين خسر الدوري المنامة وعندك اليوم وأنا أتمنى حين إن شاء الله خسارة الدوري عوضونا في خليجي على الأغل محصل شي أفضل يعني لكابتن من موسم 2006 بعد ما خسر بطولة الدوري تم ست مواسم حتى يرجع فاز بطولة الدوري نعم نعم رغم ستة رغم ستة وياهم مواسم عمنا كويض بقى عمنا كويض رغم ست مواسم تم دوري لا لا صح تموا من 2006 بس تغير وقت تغير وقت تغير وقت بنتكلم عن المنامس لكن لذا استمر محترفين ممكن إجوز بنتكلم في المنامة بعدين لكن أنا أتحاجها أرقام كأرقام في المباراة كابتن أحمد يعني لو تتابع الأرقام في أفضلية للمنامة في الستاتس لكن في الملعب شي ثاني شمت شلون؟ شكلت لكم المطر في الستاتس لا 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 مطر في أبريقها وقالها شكرا عندهم المطر في أبريقها دي جي اوكي بلا لا انا بروحك دي جي ما علي بس انا قاعد اتكلمه لك عن ارقام الريباوند يعني خلينا اخذها منام 16 منام 17 نقطة في امور انا قاعد اتكلم عنها كارقام واضحة الشيء الوحي اللي اتفاق في الرفاع 20 أسست هذي المباراة 20 أسست مقابلة 12 في شيء ثاني نقطة ثاني اللي باتكلم الفري ثروز منام مضيعين 11 من 28 ثموني مضيع دي جي هاي المباراة كلها دي جي مضيع ثموني؟ ثموني مضيع مرسل احسن من نعم مرسل على الغل يضيع ثموني يسجل ثموني وعشرين مباراة يضيع ثموني مسجل لكام ساعة عاش حاطة لكام حاطة تساعة عاش النقطة ميت اعتقد انا دي جي مقلب كان ما هونه قلت لك لا لا مو مغلب يعني هو عنده مكانيات بدنية زينة بس كلاعب سلة يتأثر في الملعب في تحركات الملعب ما كنت بس مو مغلب يعني زين اهو في كواتر ثيات الرابع حاول حاول على قوتهم صادت شوى مباراة سريعة قد تطلع لها منك شوى ما حاول حاول بعد ما حصلوا أربعة فاول يعني كانوا خايفين اللاعب سيء يا جماعة خلاص اللاعب سيء لازم يتبدل نحن نقول حاول لا لا لانه انا مخمار يعني اللي اشوفه فريق المنامي وبطل وزعيم وكل الامور والامور التاريخية الجمهور ياي اليوم اول مرة اشوف جمهور المنامي يشجع ياي ورا فريقه الفريقه بدرجة غير طبيعية انسي وصلت هي مو بزين زين متى منامي يبو محترفين ازين سولو اثنين من في جوش يا جون متى يا ابو اثنين مع مع شوس فاول عور كاناب حوار نفسك او ما عندهم مشكلة عطلي يا ابو اثنين عطني زين اثنين دائمين دايما بحثت من محترفين عطني مره يا ابو اثنين محترفين يلا قو اول لابس لا لا الو طاعة استعار عطل كردت رفاع محرك على المحترفين لي أضعهم خلل الكردت من رفاعي بنا نتكلم عنه رفاعي هاي موضوع ثاني انت تتكلم عنه موضوع ثاني هي موضوع عوج تتكلم عنه على يد الرفاع ثاني سنة ثاني سنة مشاركة مناومة مو يستحط يتاهم هاي كلهم متفقين متفقين دي جي هو تسعين أو ثمونين فيلمية من الخروج مو بس دي جي يعني هما طول الموسم كانوا لاعبين بدون تقريبا كمبس بدون برونو منامه إذا يكملون يصر موزين كمستري مال هم كانوا المنامه إذا يكمل يصر موزين يعني لما كانوا ناقصين المنامه إذا يكمل يصر موزين هلنقصوا ذكارها كبتج يوا هما في المربع يعني كلهم نجوم طبعا نجوم يهم تاريخ كبير كرة السلال البحريني حققوا بطولات المنامه بس هل هما قدموا يوطاف المنامه أو بالعكس أفروا على كمستري حنقبل قبل ما نتكلم عن المنامه خدنا محمود كل ناودي اللي نديه من أفسه يقول متن منهم يكملون متن يكملون يعني يرون بصر مشكلة صيس تالها لازم استغنون عن اللعبين اللي صغيري ما يفيدون ما قدرت نجوب لازم استغنون عن اللعبين بزين بزين اليوم شفنا 11 دقيقة حسين شاكر ليش انا اعتقدر يمكن كابتن عقل شوفه مجهود الدفاع ما كان زين احس شدي لكن حسين شاكر سجل ثلاثية وايد مهمة في كورتر الرابع هو مسجل ثلاث نقاط هذا هلون ما ألعب اليوم ما ألعب شئ ما اتشيدي انا طولك واي الكام الكام اللاعبين يعني ان هو قيمة في المباراة الثالثة على تقييم المباراة ثانية المباراة ثانية شوي صار وايد لا لا الكابتن عقيل في المباراة ما سيضر تريق هزين لا لا يعني ان هو كيم مجهود الدفاع المباراة الثانية والثالثة هزين أنا بحطيك حين شي نجرب بس يجرب لا لكن نجرب لو مو كله عليه اوكي مو عقل عليه ما حق لك هو السباب الرئيسي بس يتحكين عن اللاعبين كابتن عقيل كان ضايع في المباراة في التببيق اذا انتو طالبتو كابتن عقيل يلعب فورغارت من ما قلن هو السبس اوكي لا عبليو حسن كان اساسي اوكي لكن لا الرفاع تأثر وسيير المباراة نفس الشي عن الناس انتو شفتو المنوم او الشوطين مخالصون الكورتر الثوني كورتر الثوني 2 اساسيس ماو يبون يلعبون مع بعض وشاركوا تغلباً تساو عشر شنو هاي ماو يقول فوني لعبون مع بعض اول كورترين اول كورترين 2 اساسيس مانو مفاريخ كومل 2 اساسيس شلون اذا هو تعثير دفاع يعني هاي تدخل تعثني ماشي اوفس يعني فيه بوس شئن تعثير دفاع هذا طبيعاً لازم تحط كرة حق رفاع الثاني شي انتك السعر قعد داخل فرج ديكس كل واحد يبي اي واحد يسجح لعبته وكل واحد يحاول احنا دايما نتكلم عن قرارات في السلة القرار اللي بتاخذه كلاعب في اخر دقيقتين شفنا لعبات ميثم وحسن يعني دوت كبير لحين بنت في الجيم خدت شوت سريح حسن مرة ثانية شفنا ميثم دخلت على الحلقة يعني كلاعبين الخبرة ما تتوقع منهم ما قلوه الكبارتين يعني الواقل كلها عبيت خلق انا بيساكي ما كان فيه تيم وقت في المنعمة ما شفنا هدى جماعي في الثلاث مباريات ما شفنا بصامات اللي في بلية يعني طبيعي عادي العادي الرفاع يمكن كعناصر منامه وايد افضل بس الرفاع يعني كمجموعة لعب وايد افضل انا اقول لك شوف انت يصير انه تطلع مو متوفق في الهجوم بس ما يصير تطلع مو متوفق في الدفاع الدفاع مجهودك انت منكم الشخص تلخصلك مو متوفق هاي مجهود لازم انت مجهودك هاي ما فيها توقيب يعني اذا بتلوم ميتام اوكي لازم وين وين تحت الحلقة ايه مافروض انت ميود انواكو على الخط يعني اعرف ما في ولا شي بس قطع انت اعطي كردت بعلم حمل بوعلوية روح من ورا روصل اللاعات انا حتشين ما بي اتكلم عن المنامه وايد اليوم ابي اعطي كردت حق الرفاع لا اذا ما بي اتكلم عن المنامه وايد بحث انا بللك الصج هادي كارثة انا اقول كارثة كامل انا اقول كارثة على النتيجة لا ثلاث مباريات منامه واي منامه ايه ما يتأهن ثلاث مباريات شنو يلازم يعني ادارة المنامه شنو المشكلة ايه في مشكلة مشكلة عودة الفريق ما قاعد يقدم انه يبين انه اذا انكرت سراء البحرين ثلاث مباريات انا تشوفه فريق عادي يعني معقولة والفريقين اللي مشاركوا في الخليجية انهم اطلعوا بدي معقولة زيادة محترف تسوي هاي الامور كلها مو بالزيادة حك زيادة اللاعبين الثاني هاي واحدة من الثنتين يا انت اختيارك جدا سيئ حك ما احترف هاي يا اللاعبين ماخذين الفرغ الثاني فورقرانتد يعني انا اوكي وانا في النهاية بفوز بروح فاينة لا 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 هاي كان قابل بس الرفاع الرفاع انهى هالشيء انهى كل شيء يعني بالعكس كشف كل شيء حتى لو اليوم مناور فاي استاهل يكون محرق بمرتاق لانه كشف المناور في كل شيء في الدفاع في الهجوم الرفاع الرفاع اللي مقدم مستوى مناور فاينة اليوم بيّن انهى هوا يعني محفر زين وكاشفين ودارس المناور يعني يتحدى مناور فوز عن مناور سام ذكر في المباريات الاولى في السوشيال ميديا انه يا يفوز يا بيت اهل انا كان عبولي تراشتوك انه بس يسوي شيء فراح و لكن حقيقة يعني اللي شفناه حسب متابعتي الاهوة على الخط مركز يدري شقاها يسوي حتى القرارات التايموت اللي احنا كنا ننتقده كان ياخد تايموت يعني كل يوم كان فايز خذ تايموت لكن حافظ على النتيجة انا اول مرة اراه مركز شديد امكان في الاهلي مكان شديد الروح للمناور مكان شديد واحد مركز واحد يعني واضح انه تحدي تحدي داخلي صح تعرف شنو الفرق المناور يعني فريق الرفاع يتمرن مرتين في اليوم مو تمرين شوتنج الصبح وفي الليل يطبق يتمرن تمرينين ان التطبيق و لعب و الياقة و هاي الامور كلها يعني انا محمد الكويت يقول لي يقول لي شلخنا الصبح تمرين يلسين يتمرنون منامه لاعبين يشوتون الصبح احنا نشوف اوزي يشوتون على هالبرسنتج غاي شوفوا بالموبيل مو بس بكل مو بس حتى الجهاز اليو دياري صح يعني اعمل لهم عسكر مرتين وبين عقوب فوزهم بالمباراة ثانية لو فريق ثاني بتشوفه يحتفل و مارشين و كانوا هادئين و ديشة و الحجرة يبين ان هاي الفريق من جهاز اليو دياري و فني اننا مركزين ان احنا نبدي نخلص المباراة نبدي نتأهل حتى السلوكيات شون وليامس تبدلت لو كان ناري ثاني يفوز براة ثانية واحدة على الرفاع على المنامه بتشوفه يحتفل و ديو ما كان فيه احتفال ليه عقوب من خمسة براة ثالثة هني صار محتفل احنا التصريحات اللي شفناها من الرفاع قبل ما يلاقوا المنامه باع الله يقال ليش مانتفوز على المنامه كويد نفس ما قلنا عبد الرحمن غاية نفس الشي يمكن اي واحد بيتابع بيقولك تشايفين في روحهم مغرورين عبد الرحمن الله قال انه بنفوز قال هاي طريق صعب ليش لا يعني بياخذ الدوري لازم يمر من المنامه لا تنظر عن كلام اللاعبين كلام الكابتن سامي حتى في السوشال ميديا كان واضح انه هو يبي يحفز فريقة يبي يرفع مستوى تحدي على فريقة انه جاي متحدي يبي يفوز للمباراة وفاز بيها وحتى تصاليح اللاعبين وتصاليح المدرب كانت تخدم هاي الجاهلية وذكر هاليوم شون في المؤتمر ذكر هالنقطة انه سام كان يحثهم على البطولة احنا بننافس على البطولة لا واضح ناس ما قال الكابتن اول ما نشوف سام مركز وائد يعني وهو ياي تحدي داخلي انه يبي يفوز على المنامه وفاز على المنامه نزيل في اي نقطة على المنامه بعد لا تكلم رفاع عطهم كردوس يستحقون التأهم انا ملتزم باك في الباب وزن عندي مواضح تانية شو نقول رفاع رفاع ساوي كل شي مستحيل في الدورة ويستاهلون والف مبروك لا بس قياسا لاعبين رفاع ما دولنا سوي شيء مستحيل يعني النجوم موجودين في الرفاع من الوزن الثقيل احنا قلنا له اجسام حتى كان اجسام يعني رفاع افضل فريق في الدورة يمكن اجسام نزيل يعني احنا الناس قومت تصدق قومت تصدق احنا ما نجومل عند كنت استفز الجمهور انا ما استفز الجمهور الجمهور حط بوله وبوله ونسل الملعب نسل انه شغله بس يشجع جمهور تغطبك خطة يعني لانه كلهم صاروا مدربين ما اخلوا واحد يعني هما صح جمهور المناومي يتمتع بثقافة ما اتركت ثقافة اي جمهور في البحرين ما اتركت ثقافة اي جمهور في البحرين بي كانت بيحلل لك عطني وقت شوية جمهور المناومي جمهور راغي مثقف عنده باكي جراوند كرة تسلة وعشقهم منهما صغر ليه الحين هما يحبون شيء اسمه كرة تسلة بس يا جماعة ما زل ما اقول لك عطل الخبط شنو يعني خلوا كل واحد يسوي شغلة الشيخ اللو نحن التلهم مالك لا تحبواً لكم لا 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 بسم الله حان مبروك الرفاع نزيل اخر مقطع يا كبتن جاسم تاثير بعد الى بعلاء قلت قبل بس قبل تروح لدي بعلاء قبل ان اطلع عندي النقطة اتقعد المناومي ان الرفاع حفظ مناومي حفظ محسين ان المناومه بي اي بي داخل الثلاث مباريات لا محمد في السوشيال ميديا فيه انا اول مرة ارى انستجرام اكاونت مالنود المناومة الرسمي يكلم الجمهور عطوا لنا كلوم زين عطوا لنا التحبيز فيه يبايننا هم كلاعبين جهاز فني اعتقد لا جهاز اداري جهاز فني لاعبين ما شفنا انهما يعني بعدين حافزون نفسهم حافزون جمهورهم انهوا يأخذون المباراة ما شفنا حتى في المباريات ما حسنا انهم فايتر دايمند فيه خمول يعني احس انه كانوا شوية متخوفين شوية من الرفاع متخوفين من المحترفين انا اعتقد ان المباراة الاولى صارت صدمة للمنام انه تشوف المحترف وحسوا انه فيه فرق طريقة اللعب فيه فرق انزين ابو عالله يا كابتن يعني احنا اتكلمنا انه في كل فريق يروح يغير في شيء لكن لو حتى بعد عننا ارقام اللي قاعد يسوي مو شيء سهل قاعد يلعب ونقار بصانع لعب شايل الكورة اوه هذي اللي فرق سبعة اساس هو اللي فرق انه هو اللعب صانع لعب وهو متميز في ذي الشيء هو يطالع يحب يلعب بالفريق تيمورك بلاير يلعب يعني ما يحاول انه يخترب عنده يسمع كرام بلايررب ممكن طريقة لعبه كلش غير عن الناجمة عشان يدينك ان اللاعب يطبق اللي يبين من المدرب يعني متل لو تشوف رقوف كلش مو عاجبة صح 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 هاي اللعب طريقة اللعب يلعب مع المدرب سام قادة الرفاع مع المجمع اللي معه من النهائي راوف مستونس على الاسكور الاخيري مالا الذين وهو في الاخير حتى البلوك ذهي قد شون وليامس هو ملك اللحظات الحاسرة أكيد بس لمبعالي موجود ما بصير شيء على ذكر شون وليامس السؤال نقطة فنية على ذكر شون وليامس يعني دي جي كان دافع وياه كان شوي مسيطر على الموضوع كابتن عاقيل بدل محمد أمير كابتن عاقيل أثار مرتين برثان ثلاثة للمحمد أمير يؤد شون وليامس وما توفق بطاة مرتين وتشفنا الاسكورات على محمد أمير فري هاي المهم لأن اللاعب محمد أمير لاعب يلاعب بوزيشون فايت يعني لو شو ساوي فيه بتقول له يول شوتر ما رده شو شو بروحه بيبتعد يبيرجع ورا ليش لانه متعود يحمي السلة ومتعود يحمي الخط الراني الثلاثية هذي الشي اللي صار لو شنو تحفث لاعب لغة خامسة انه تقول له يول شوتر بييوض بيقلس لحظة اللحظاتателя سوف يتطبق ويرور حكثين به هاذة كل اللحظة الورجع هاي هي اللحظة مهمة هي والشوتر تعطيه بس شي ن Τو الرجع لك همتظpton ومرتين، بعض الثانية و الثالثة يعني.. حسان هايان جانوريامستر مرتين شفنا اللقطة لقطة آخر سبع ثواني الجدل تحكيمي، المنامة شفنا اللي صار عقب المباراة يعني على هاللقطة بالذات حسب الظاهر في التلفزيون اللقطة مو واضحة ما في آت على المنامة فهل ممكن هاللقطة لو كانت حق المنامة تغير مجريات المباراة؟ مكانت عادل نتيجة لا انا اقول لك شعور رجع الشريط شوي ورا في لعبة حسبوغ الفاول الخامس على شون موينز ما في اشيك وفي حسن نروز يضرب محمد كويت يضرب صباح كأنه ومحمد فاعدنان وميتن يضرب قلبه حد هم يأخذون الفاول على أساس الوقت هاي حتى لو لعبة مثلا فاول هذة اثنين وتمتنشن الفاول ومو من مشوها وحس مفاول على الرفاع رفاع انظلم في هاي الكل الكول الثاني يقولون ان اللاعب ما جاس الفورا شافنا في الفيديو قبل بارنامج هي مو واضحة بس سمعت هون القرار السريع اتخذ انا هاي اللي نفتل لك انت انا كنت ورا هناك موجود يعني بالضبط خلف الشاشة الحكمية السريع يعني ما صح في اللقاء عدل لقطة نفس هذة يعني يمكن ترجح كافة طريقة وتغير مجرى مباراة ومفترض تتقنى شوي يعني انتظر شوي تشوفها بدقة اكثر بعدين اتخذ القرار سريع كان اتخاذ القرار ما عرف ليش يعني يعني انا اقول اذا تحسب هذة و هذة هاي بعد كريتيكال بلاي الفاول الخامس على شون عقوبها ما ستجل ايه ما ستجل فا يعني اللاك هو عليك فاهم لا التحكيم طبعا انا ما اعتقد ان التحكيم وهو سبب كروج المنامة يعني بشكل يعني ممكن حتى الكورة دي لو حسبت للمنامة ممكن تروح بعدين اكستراتيكال ما بصور نفس توقعي بـ يعني ما تشف نحتجاجات وتعاد التحكيم غير هالكورة الأخيرة هالكورة الأخيرة بس هالكورة الأخيرة فهي التحكيم موجزة من الابا يعني بس الثلاث مباريات شنو قدم المنامة هاي السؤال يعني نحن نطلع فاصل اه نرجع لكم كابتن احمد لو نتكلم حين عن المبارة الرفاع استحق استحق التاهل نتكلم عن المبارة النهائية منسبة تسعة وتسعين فاصل التسعة حلو لان البوينت وين لان المنامة فاصل في حتى جمهور المنامة مقتنعين ان الرفاع استحق جمهور منامة جمهور كبير حلو لازم تصلح العلاقات شو؟ عندي شيء معها ههم كله ننزل الحبايبين الفاينيز يعني لو نتكلم اه محرق سلوب الرفاع سلوب ثاني يعني بعد هاي كلش ما في مقارنة نفس ماكنا شوي فيه تلقارة بين منام و الرفاع هني توتالي غير انا وجهة نظري اذا الرفاع استمار بنفس الرتم في الدفاع بتكون لها كالمة في الفاينيز انه يخلي الفراغ تحت السبعين نقطة تحت الخمس و السبعين نقطة بصير موضوع ثاني و يمكن تشوفون بطل يديد اه محرق انا تكلمت عن مايك وتكلمت عن محترفينه و الاستراتيجي اللي بيسويها ايفون اعتقد هو يالس يحضر انا اعتقد الكفة بعد ما تسويها المرة خمسين خمسين في الفاينيز خمسين خمسين انا اقول خمسين طريقة اللعب كابتن يعني احين الاوراق مكشوفة الرفاع بيّن شنون يعتمد طريقة السلوبة والمحرق بعد تقريبا نفس السلوب لو على كلام كابتن احمد مايك هارس شوتر و يقدر يلعب داخل بعد اول شي بتكون مواجهة غامضة بدأي لانا احنا لاحي ما شفنا محترف المحرق الثاني احنا كابتن احمد بديحها وايد انا ما شفتها بايوني يعني من زين او مفزين نقول عننا المحترف زين بس اسلوب محرق كلش غير عن اسلوب المنامة لانا البيافرق في الموضوع ان المحرق عارفين من الي يسجل من الي ما يسجل هذي وايد مهم لانا المنامة كان كل من يبيح اول يسجل هاي بمحرق بيكون متفوق في ذي الشي الرفاع بيكون متفوق على المحرق جسمانية البنية جسمانية افضل عندهم المحترف بعد بيكون دورة اكثر بس هو ما يستطيع العب اربعين ديقة بس دورة اكثر بيكون في المبارة النهائية بتكون مواجهة غامضة البداية يعني ما تقرأت تقول شنو بيصف المبارة بس برذم المحرق هو اللي بيتفوق لانه محرق لعب سريع فصعب انك تباطع يعني الرفاع قدر يتفوق على المنامة انه يخلي الرذم من المبارة بطيء بس صعب انك تقرأ لجر المحرق اللي نفس الرذم انه يكون بطيء بطيء اذا اجرر بتكون مبارة يعني اذا اجرر اللي بطيء بتكون مبارة بعض السهلة حق الفور بس انا الشخصيان متوقع يقدر يجر المحرق لانه يسخل المبارة بطيء ما اتفق مع الكتب يعني ان المبارة الأولى مجهولة يعني شفنا شنو المحترف كل محترف يفرق يعني محترف الثاني وايدي يفرق المربعة شفنا شون فرق المحترفين المنامه طلعه حتى ما وصل مبارا نهائي وجود محترف جديد مجهول يعني بالنسبة لنا كابتن أحمد ممكن مدى حوايد نسماء دولة دي بس إحنا ما تشفناه لحد دلاو ما نعرف شنون حتى طريقة اللعب مع هاي المحترف يعني سيجي كلش مختلف أحيان إذا قلت شعون الرفاح بعد جمهور محارج يفترون عليه بس أنا أعتقد أنه جمهور محارج السلم سالمين الغداء الفاينة اللي أعتقد أنه هي مدرسة تقليدية رفا فراتسل مع مدرسة حديثة إلا واضح صح صح أنا أحن كابتن أحمد تتكلام لك اليوم في الأكاونت شفنا معان لك قناة دبي و لاعب منتخب الوطن السابق عشرة في السمارة يريد عليك بخصوص مايك هارس شفت التعليقات ولا ما شفت أنا شفت تعليقات قال شلون شنو يعني هذا 4 أو 5 أول شيء يقول ما يصير في باسكتبول لاعب يلعى 3 أو 4 أو 5 هاي أول نقبة سوف يتوضح هاي قدر أتكلم أحيح؟ متفضل حسنا قلت أول شيء مايك هارس يلعب 4 أو 3 أو 5 هذي يسمونه مصطلح سوينجمان. اللاعب لسوينجمان يسمونه 4-3-5. هذي حق التحية اول شي حق المعلق اشرف سمارة. احنا نتابع ونحب نشوف اللي نعلق من بريض. بس بالنسبة حق 4-3-5 وهي يسمونه اللاعب لسوينجمان. نزيل ان اللاعب يقدر يلعب داخل وبرع. احنا اللي قلنا 4-3-5 معناه يلعب المركز الاساسي 4 يقدر يلعب 3 ويستخدم كاوبشن ثالث 5. هذي معناته 4-3-5. هلو. اللي سمونه اللاعب لسوينجمان. ازان بالنسبة حق اه انه هو دول ان مايك هارس لعب مباراة سايقة وما توفق مع الرياضي في في ذوك الموسم. دول انه قال من اسوأ اللاعبين باع اليوم. قال من اسوأ اللاعبين اليوم الرياضي. اعتقد هو يدري وانا ادري وهو يدري ان الرياضي في ذوك الموسم. في راد بعد من اعتقد محمد زكريا راد عليه بهاي الخصوص. فريق الرياضي في ذوك الموسم اللي ايه مايك هارس كان متصدر. كان متصدر الدوري فريق الهومتمنت كان مترس فريقه. موسم الموسم الموسمين. موسم الموسم الماضي. كان العام سوري. كان عنده واق العراكجي بوينت جورد اليسار من المنتخب اللبنان اصابة رباط صليبي. كان عنده كرس دانيالز الي هو اللاعب سنتر لعامة الجامعة في علوم التطبيقية. احنا يمكننا في الحال فلسيوية اللاعب ضدنا. كان لاعب ممتاز يشوف برع داخل. هاي اللاعب بعد اصابة رباط صليبي. كان عنده دونتي جرين اللاعب اللي يلعب في احد. اللي يلعب في الشارجي ممكن يقدر يطلع من ذكر الموضوعه. كان هو موجود وصار ربليس وكان علي حيدير. هذين كانوا يلعبون في الرياضي. فمستوى الرياضة اوتوماتيكية ينزل. اول مباراة في المقابلة هناك مين؟ مكرم رمضان. سامي يونج والتر هوج و اسماعيل لوكا. هاي الفريق من يفوز علي؟ محب فوز علي. وعلى فكرة في الفاينال صار 3-2. ما في فريق فوز على الثاني في ارضه. في ارض فريق الخسر. يعني كل واحد فوز هوم وخسر اوية. صار ان الرياضة كان متصدر وعقبل الاصابات ارتفاع الهوم انتمنت صار متصدر وخذ الادبانتج مول الهوم ان يكون مجراء على ارضه. وفوز الهوم انتمنت ثلاثة. هذين من الكلام المكتوب هنا. يعني كابتن اشرف مصر على الكلام ان معلوماتكم مغلوطة. والارقام اللي ذكرتوها ارقام بعد غاتل 5 مليونز و الاخرى. لا. كلام مو خطأ. يمكن 5 مليونز ما بلغ مبالغ فيه شوي. نزين لوكا صحيح انت سام يونج ما بي يعقل. هو وصف المحترف باسوأ محترف. هو لعب مباراة واحده كانت اوية. اول مباراة كانت اوية. كانت على ملعب هوم انتمنت. نزين لو لعب مباراة سيئة كان موصل يوم قبل. نزين انت هاي اللاعب احنت ريش قد بي اوخذت. كم يوم احنا وصل. خمسة ايام. خمسة ايام سبب. على وعلى خمسة ايام هو موجود في الصالة كل مباراة. موجود يطالع الاتموسفير ويطالع الامور. انا ما اعتقد ان هذا. واذا عند شاي خلي الحلقة. احنا نتشرف فيه. نتوجه للدعوة. نزين. جماعة الشاي اللي عندنا. اطلع فاصل. نطلع فاصل. طبعا اعزائي مشاهدين رجعنا لكم. فقرة اخيرة قبل ان نطلع. نختب الحلقة. قبل ان اشكر الجماعة اليوم. حبينا نحتفل. البلاد كابتن جاسم. اللي صادف اليوم. والجماعة مجاهزين كي كي بي بي. صدق انا مو يفر بولي. انا قالك موحب البلاد. كل عام انت بخير كابتن جاسم. اشكري. مستصال. وعسا ان شاء الله. وحياتك مليئة بالساعة. وحياتك العملية والعائلية والألخ. اتشان حطيتو كيوي ازرق شاي شديسة ماوي. ليش؟ اه رفع. حط نزيخ الحلقة. انا قلت له. حطين لك ها في فيردي بي. النحلة. احنا موجودين لايف. احنا موجودين لايف. ايه. كل عام انتم بخير. كل عام انتم بخير. انتم بخير. انتم بخير. انتم بخير. انتم بخير. احنا وصلنا لختام الحلقة. اعزائي المشاهدين. اه. راح نرجع طبعا بعد المباراة الاولى. لايف. الحلقة عقوب يومين او يوم. نشوف على المونتاج. ان شاء الله. اول ما تجزي الحلقة. راح ننزلها على طول على اكيد. وحلقة الاية بعد. ختام المباراة النهائية الاولى ان شاء الله. يعطيكم الافية. يعطيك الافية كابتن احمد. يعطيك الافية كابتن جاسم. يعطيك الافية كابتن استاذ محمد. صاحب جيلة الوطن. الى اللقاء. اشتركوا في القناة.